بخير كيفكم طبعا رجعت لكم اليوم بتحديث جديد اللي هو تحديث الشركة او تحديث مكتب ولا ايش بالضبط المهم في تحديث جديد اليوم وقلت يلا خليني واريكم وهنا في باقة جديدة رح اشتريها في الحسابة التانية روحوا وشوفوا الحساب الله شو ملابسهم تهبل الله 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 والله والله يا باشتري ان شاء الله باشتري واو حق الحفلة وزي كذا اللي هو ايسا ناودعوا بها اوه بارتي بلينس بارتي يلا حاو شتري الباقر في الحسابة التانية روحوا وشوفوا اوكي رحينزونوا المكتب بعد هذا اوكي يلا خلينا نشوف الشركة او شي خلينا نشوف في أماكن جديدة او شي لا طبعا ما في ولا شي هنا ولا شي هنا طبعا انا هذا الشي اللي دايما ما انتبه له دايما نحط أماكن جديدة والمتابعين يقولون لو يا زيزو حط المكان الجديد وانتي ما شفتين يا زيزو وأنا والله ما انتبه له انا توقعت ان الشارع التجاري اللي راح يفتحه بس فتحه الشركة فيلا خلينا نشوف الشركة ايش فيها و ايش ما فيها وبعد شويتين يمكن راح نزل لكم الاسرار او يمكن رحيني يعني في نفس الفيديو اضم وحط في له اسرار اتوقع انه في اسرار واو اول ما اضغط بطلع لي طلعت لي هذه الورقة اوكي بضغط كل حاجة وبشوف اممكن بيطلع لي سير من هنا ولا من هنا احتاجه هنا تفتح الباب وتخرجي ومن هنا تدخلي وهي هاي حبيبي شوفوا هنا الاشياء الجديدة شايفين الحركات والحاجات هادي الحماس وال اوكي مرة حلو طيب تمام هادي ناعمة انت جاي دوام وتنامي هنا حطين هذا ايش ايش دا يعني احط هذا هنا ولا ايش ايش هذا قصدهم ايش دا طيب يقولو كانو نفس شكل هذا الشي طيب ايش دا مفهم المهم دا اكيد كمان برضو سير بس خلينا نشوف دا حين باقي الاشياء ايش هذا اللي هنا هنا في حاجات ترى يا جماعة الخير في اقلام مدري في اشياء اليوم اول مرة انا اشوف اشوفكم فيه دب دوب وهنا كمان فيه بس ما اني قادر افتح الاشياء اللي هنا امسكي هذا ايش فيه لوم طيب خلينا ننزل شخصيتنا اوكي الملكة الظالم والله انكم ما صراحة صراحة ما عجبني تفاعلكم في الملكة الظالم انا اصلا خلاص نفسيتي صارت مو زي اول هنا كمان شوفوا حاطين شي برضو يعني اكيد هذا لو حاجة سر او شي زي كذا طيب وهنا كمان شوفوا حاطين هذا الدب يعني نشوف بعدين ايش رح نسوي بهم اوكي وهنا ايش فيه وهنا هادة كمان حاطينه ترى انتبهوا عادة اكيد فيه اسرار ونحنا ما نعرفها اوكي واو شوفوا هنا المكان اللي يأكلوا فيه ويفطروا زي كذا بنا شوف تلاجتهم عندهم دجاج وفطاير بس خلاص اوكي وهنا هادي حاطة سماعة عندها شوفوا بتتكلم شايفين كيه اوكي هذا خلاص انا شكلي بوريكم الاسرار مرة واحدة اوكي طيب خلاص طلعيها طلعيها خلاص خليك يا شيخ ازيزو دي ايش هادة ايش ده اه استكارات هذة اللي تنحط كده اوكي والله حلو مرة فنانين ترى ما شاء الله افتار ووت يعجبوني يعجبوني مرة فنانين فنانين مبدعين شوف كيف تجلس كمان واو الجلسات مرة خطيرة طيب وهو كمان هنا شوف وووو يكتب خلينا امسح 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 خلينا اخلي كده نشوف زيزو انا بليش ما قدر اكتب احس انو كده دقيقة دقيقة شوف كده زيز يياس زي. مان يعارف مان يعارف. واضح اني مرة مبسوطة اليوم. اوكي طب ايش بها مقفلة? فين المكان اللي كانوا مسوين? اه هنا. اوكي. هنا كانوا مسوين هذاك الشيء اللي خريف وشتاء ومدريش. اللي شوفناه. اوكي وش ده? ما عارف اش هو. طيب وش كمان فيه? ايش هادا يا مديرة? هاي مديرة. اعطيني ملابسك. انا احتاج هذه الملابسة لخمة. والله ملابسة مرحل. وشوف الجاكت كيف لخمة. طبعا هذه هي. هذا هو التحديث. ما في شي تاني. شوف كذا. اقدر افتح هنا ولا هنا. شوف ما في ما في اي حاجة ثانية. ما في اي اضافات تانية. ما ادري اذا كان فيه اسرار ولا لا. شوفوا هذا اتوقع انه ما ادري ماني متأكدة. بس لحين بجرب واشوف. والله ما يدخل هنا. طيب هذا يبغاله مفتاح. مفتاح هذا المكان معرفة. شوفوا هنا القلم الازرق. اوكي? حالكم شوفتنا؟ هنا القلم الازرق دهعي. والله لا اجيب الاسرار كلها اليوم. ان شاء الله ما ما ينزل المقطع خلاص. ما نزلكوا في مقتع التحديث renعزلكم الاسرار. طيب. طب باقي الاجلام اين هي اين هي. اين وضعت باقي الاقلام. هذا احمر كمان.ش هادا. ما يدخل باقيين. طيب المديرة اااا. هنا الاصفار. طيب بقلي موف وازرق. الموف ما اعرف فينه. صراحة. شوف كده. انا فكيت كل مكان حرفيا ما لقيت المفتاح هذا. المفتاح. اوه. شوف تلعلي خزنة. طيب الخزنة دي كم يعني انا ش اكتب فيها? هنا المفتاح رسمينه. طيب انا اش عرفني كم اكتب. ولا ايش اكتب? يوه. خلينا نشوف هنا. ممكن اكيد هنا هيكون في حاجة. انا الان ماني عارفة ولا حاجة. حس مخي خلاص بيتسكى. بس شوفوا هنا. في حاجات هنا غريبة عرفتو. شوفوا ايش. شايفين الاشياء. يقول لك ايه? افرم الورقة في الزبالة. ما ادري الشيء زي كده. طيب استاني خلينا ناخد ورقة. اوكي ناخد كمان ثانية. ايش هيعطونا? طيب ما ادوني شيء. انا ماني شايفة شيء. فرمته هو وراغ ماشا الله. تبارك الله. ش كترة فرمتها. اوه. طيب باقي لي مكالمة. اه اجلسة تكلم بالجوال. اتوقع انه لما تنفذ المهمة يصير هما يدوك الشيء اسمه? معلش. معلش. معلش اعتذر هنا عندي اخويا مرة تعبان. اثير هما يدوكي. ها خذي. اتكلمي. يوه. طيب لازم تخرج هذا اللي في ادنها. طيب انا اخرج هذا اللي في ادنها اعوذ بالله مني عارفة من اول اطلع منها. طيب خذي اتكلمي بالجوال يا الشيخة. امسك سمأ تحك وتتكلمي بيها. شوفوا. دي حاني انا خليتها هتتكلم شوفتم الاوراق تطيح على طول. طيب بقيني الزبالة. الزبالة ايش نسوي فيها? ايش نسوي في الزبالة؟ اه? هاالا هاالا هاي الزبال ينتسلني طب في الزبالة اش احط الزبالة حط حاجة في الزبالة يعني تنفذوا المهام اللي هما كاتبين لكم هي على هذا اللوحة قلت أنا من صديقة لقت المفتاح خلاص أصيلاً أخيراً 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 طب المفتاح كيف أحطه أخرجل هاش بعدين أفتح بيها مفتح يجب أفتح بيها دقيقة القلم ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ yo � اليوم اول مرة في حياتي احس اني كده. وصرت فين مجنونة. باقي الموف. ما عارف فينه. يا جماعة الخير ساعدوني. ما عارف القلمة الموف فينه. فينك يا زيزو? يا عارف كده. وديها. ودي ده كمان. خلينا نشوف. بش ده? اوكي. حطوا السماعة. كده خلينا نشوف. طيب الارقام باقي. ارقام الخزنة هادي. ايش? انا ما قاعد. طيب نشوف واحد اتنين ثلاثة. استنى سنو دقيقة. انا رحين اشوف. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ثبعة تمانية تسعة. هنا تسعة وراك. هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ثبعة تمانية تسعة عشر. اي لا مو كده مو كده. مني عارف الصراحة باقي لي بس الشي اسمه ده? اه الخزنة اللي فيها مني عارفة من فين اجيبه. حين هذه هي مشكلتي. مني عارفة اجيبه رقم الخزنة من فين. باقي لي كمان القلم المف هذا ما اعرف فين شقة الارض وبالعتو. وهذا الشي انا ما عارفش هو الصراحة. طيب نشوف هذا اللي هنا. هنا ما في قلم مف. ما في قلم مف حرفيا مفولة مكان. يعني ما في قلم مف. ما في لا يوجد قلم مف. هنا ما في اشوف الكاسات. الصحون هذي أستغفر الله العظيم والله ما فيه لا يمكنني أن أ punished أسرار أسرار من جدها أسرار هذه المرة من جد أسرار أسرار حقيقية أسرار حقيقية ما تعرف فين الأشياء مكانها ووو لقيت الثاني طيب هنا اثنين معلش على طول الفيديو اليوم تحملوني بس انا قاعدة احل معاكم الاسرار واحد بواحد اعرف دي حالة الاجارب ما شاء الله عليهم يجوا وهيك بسهولة ما شاء الله يحلوا الشيء عشان هما اتوقع انه بيدوهم الطريقة او شي زي كذا معقولة باقي لي حاجة واحدة بس القلم الموف يا ناس والرقم دا من فين اجيبه ما اعرف مشوف دا استخدم دا كمان استخدم دا كمان شوف كده يمكن نطلع لنا القلم هنا ولا هنا ترى انا دورت في كل مكان وما لديه او من اعرف من اعرف ايش نزوي ايش معه اوه هو هنا هذا رغم ثلاثة هاي اللي شطف سنحطه هنا هي ثلاثة طلعت لي ليش هالاسرارة الباقية باقي هذا تخزز زفت هم حطولي رغم ثلاثة ولا انا اللي حطيت نشوف ايش ما ادري حطولي تلاتة ايش هم اللي حطوا دا الرغم ولا انا اللي حطيته ما ادري الله لازم خلينا نخليه بالتلاتة هذي اللي هم حطينا انا ما اعرف هم اللي حطيته دقاء الان ما لقيت ولا حاجة فما نعرف كيف اتنين خلينا نحط طيب واحد سبعة ايش هذا ايش دا هم بيحطوا الارقام من عندهم شوف انا هحط هنا اتنين طيب نشوف اللي بعده نقول تابعة ما ادري زفح ولا لا اتنين او 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 ما ادري اهلا ما هو صح برضو ما اعرف الرمز خلاص انتو هذا عاد عليكم والقلم الموف كمان برضو عاد عليكم قلوني على كيفك يا يسو على كيفيك والله مو على كيفي بس لكن حس اني من اول قاعدة ادور والفيديو حقي صار طويل جمعت الشيء كثير وللان ما عرفت ولا حاجة القلم الموف هذا فين حاطينه ما ادري ما ادري عنهم فين مخبئين القلم الموف اين وضعتم القلم الموف يا اصدقاء اقولوا لي اين وضعتم من اول انا قاعدة ادور على القلم الموف هذا ما لقيتو كان طيب دحين بشوف دحين بوريكم هذي الاحجارة الثلاثة فين انا حطيتها اهي طلعت حقت السبورة هذي طيب بيب اهو حطيناها الثلاثة طفل القلم الموف اخيرا حفلة 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 انا احس بانجاز اليوم انا حليت الاشياء كلها بنفسي. اول مرة صراحة دايما اسرق من هنا وهنا وا مرة اما اليوم حليتها بنفسي يلا خلينا نشوف اجد اخذ الحقيبة هذي آم الشراب هذة جورة شوز نظارات اش هاذا ساعة ساعة بس ساعة حقت مين اه لبس موحل الصراحة بس الساعة دي فين احطها ساعة ما عرفت الصراحة فين احط الساعة انا للان ما اعرف هذي الساعة فين احطها يبقى ان فتحت الصندوق اخيرا فتحت الخزنة شوف فتحت الخزنة والرقم اللي في الخزنة 1304 شوف وش طلع لي واو شوف طلع لي الكوب الذهبي هذا وحوض الاسماك هذا واخيرا بموت واخيرا اخيرا 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 اهو بس هذي ما عرف كمان اكيد في في اسرار تاني ولا لا ما ادري وبس والله هذا هو مكفع لليوم يا هذا مكفع والله لازم تنشر مكفع لكل مكان لاني انا حرفية انتعبت والله العظيم من يوم ما ما نزل التحديد او انا قاعد احلى الاسرار قلت لا اليوم لازم احلى لهم الاسرار كلها احبكم مرة ومعليش علي ازعاش صوت اخويا اليوم معايا لاني مرة طولت وانا جاسة الحالي وبحاول اني افتح اله احاول اني افتح اله احاول اني افتح